والسلام عليكم سيدنا محمد حبيباتي السلام عليكم اتمنى تكونوا بألف خير وبصحة وعافية يا رب حبيباتي الغاليات فاش كان دخلوا ليوتيوب أو للفيسبوك أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي حتى تلفازة ولات نفس الشيء كتلقاي يعني لأنه ولوشي قنوات في التلفازة حتى ما كينقلوا غير لوصخ وهم كتلقاي بزاف ديال الوسخ كتلقاي بزاف ديال الكلام الطايح الكلام الهابط الكلام يعني اللي مشي في المستوى كتشوفي بزاف المناظر مشي في المستوى كتشوفي تعامل يعني لا يموت للأخلاق يعني شي تعاملات مشي ديال المسلمين مشي ديال الناس المرابين صارى والناس الديانات الأخرى المحتارة مع نفسها أولا هاد وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون والصحف وكل شي والمجلات هما رهم سلاح هما سلاح وسلاح قوي وهاد سلاح ره دوح الدين يعني عنده كيقدر يكون تدري بشي حاجة مزيانة وقدر تدري بشي حاجة خيبة ها نقول لكم بحالة شهما سلاح وشنو يقدر يهدموه ركي يقدروا يهدموه بلدان ودول وحضارات ويقدروا يبنوه حضارات في العصر ديانا الحالي الإعلام هادش يكونش هاد وسائل التواصل وهذا دورها من الإعلام وأكبر دول سلاحها هو الإعلام كتحارب به دول كتنافسها في الاقتصاد في التسلح في القيم وغتقولوا علش غيحاربوا بعضهم بالإعلام لأن أسرع وسيلة مدمرة وهالدامة هو الإعلام والعكس صحيح كتقدر تتبني بالإعلام بزاف ونطوروه نوصل صورة عن المجتمع دياننا والحضارة دياننا أو أي حضارة أو مجتمع معين إلا بغينا نوصلوا عنه صورة مزيانة والدليل هو من اللي بغى الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية مجتمعين في منظمات الماسونية محاربة الإسلام والمسلمين بدأوا بتشويهوا من خلال الإعلام تليفيزيون، سينما، صحف، وسيلة تواصل الاجتماعي كاملة بدأوا كيشووا هون صورة المسلم والصمعات المسلم من خلال هذا الإعلام هذا كامل وهذا شي رأي بالكم وشايفين وشفناه شحال هذا وباقي اليوم نختفر رسوم وتحركة كيشووا صمعات المسلم وآخر شي حاجة ترقل لها المنظمة هذه اللي هي منظمة الماسونية العالمية داخلها بأمريكا والصهيونية وهي دباء العيد الأضحى المسلمين دباء كل عالم ناس قليلة ناس لنباتية ولكن الأكترية كيكلوا اللحم في العالم كامل لا شرقو لا غربو لا آسيا لا أمريكا لا أوروبا لا أفريقيا كل شي كيكلوا اللحم من واع اللوحهم دابا جوحتا وكيدبحوهم بطريقة من غير المسلمين كيدبحو الحيوانات بطريقة وحشية يا إما كيدربوهم سعقة كهربائية يا إما كيدربوهم بحد ضربة خطيرة هكا كل واحد وكيفاش كيقتل هاد الحيوانات ولكن ليش جوحتل عند المسلمين قالوا حق شنو هاد الأعياد الكييعيدو عيد الأضحى ماشي إنساني كيعدبو الحيوانات كيديرو علاش هذا داخل في تشويل صورة المسلمين الدليل الثاني الثاني هو اللي غدي نعطيكم ديال كيفاش الإعلام في مجتمع في التلفزيون في الصحف وفي وسائل التواصل الاجتماعية وفي الصحف الإلكترونية والمواقع بحالش قدروا هي قدرة اليابان ترفع به تزين به صورتها أو تصلح به صورتها قدم مجتمعات كلها ماشي غال المجتمع واحد أو مجتمع الياباني لا قدم العالم كامل مع رغم أن اليابان أكثر دول كانت يعني أكبر دول في الإجرام إلا رجعتوا لتاريخ اليابان كتلقوا اليابان أعدمت ملايين ديال الناس وحرقت ملايين ديال الناس لا في الصين ولا في هذا في اليابان ولا يعني في الحروب ديالها وكتدير تجارب على البشر على الصينيين كتشد الصينيين الناس وكتدر عليهم تجارب حي بشر حي وكتدر عليهم تجارب يعني خطيرة هي أكثر من الناس اللي قتلت اليابان من اللي قتل هتلار الحرب العالمية اللولة والثانية يعني تصوروا معي في بعض الحرب العالمية الثانية قررت الحكومة اليابانية تحسين الصورة ديالها قدام شعوب العالم كاملة قالت كيفاش لأنا هي وأكثر من الناس اللي قتلت الصينيين هما أكثر ناس كيعرفوا بوحشية اليابان في حكومتها والشعب يعني بحلش كانوا همجيين في الحروب ديالهم ولهذا قررت اليابان ورصدت واحدة ميزانية كبيرة باش تصلح الصورة وتزين وتسقل صورة ديالها قدام شعوب العالم كاملة ورصدت أكبر ميزانية لهاد الغرض هذا وأول وسيلة استعملتها اليابان هي الإعلان باش تزين هاد الصورة خصصت الصناعة للرسوم متحركة مليارات ديال الدولارات صوروا يا حبيباتي بالله اليابان بدأت تحسن صورتها من خلال الرسوم متحركة تشوفوا معايا يعني بدأوا بالصغار يعني هاد الشي الغير بها يشوف على أنه اليابان دولة زوينة ودولة نقية ودولة محبة السلام وهذوك البنيتات كيبانوا في الرسوم هكا كيوت وكيهضروا في شكل البياس ديالهم في شكل عقلتوا لكنتو عقلتوا في الثمانينات وفي الثمانينات وفي الثمانينات بدأت كيدروا شي رسوم ديال البنيتات لبسناك سيوات فلون وردي وبحلش كيهضروا وبحلاش والرسوم متحركة ديال الماجد وديال غيرهم كل هاد الشي ياباني خلاوا يعطوا واحد صورة على اليابان صورة مغايرة على الصورة دياله القديمة من هنا وداروا كانوا كيترجموا هاد الأفلام وهاد الميجلات وهاد الرسوم لكل لغات العالم والوزارة مخصصوا واحد الوزارة خاصة بهذا الميلاف هذا كتحبت هاد الرسوم في تعطيهم التلفازات العربية والأوروبية والروسية والأمريكية بالمجان يعني هما كيضيعوا الفلوس باش انت تشوفت يزينو لك ويسقلو لك صورة اليابان هنا وهذا شي من غير يعني هاد الرسوم هادو خرجوا عليهم كانت خرجوا واحد مخرجوا منهم دفاتر عليهم هاد الصور ديال هاد الرسوم ومحفاظات أكسسوارات ألعاب أفرشة الأسرة الورق ديال الغرف النوم كل شي خرج بالصورة من اللي هما تحسن وحتى البنات كانوا في العالم الأوروبي كانوا يحضروا على شكل هذه الرسوم اليابانيين لا يمكننا أن نجد تسمية دياله هنا اللي كانوا بدأوا به ديال هادر هذه البنت الكيوتاكة كتحضروا على الجمع كتحضروا على رساك أنه شخص آخر بغد توكل بغد تخرج بغد تلعب بغد هذا كانوا حتى واحد الوقت كانوا البنات كيهضروا بهذا الصيغة هاد كيهضروا على شخص ثاني ومراعي كيهضروا على نفسهم ما عليناش هذا نوريكم مغير بحالة اليابان كانت تسقل صورة ديالها نفس الشي في أوروبا فهذا يقول لك راه حقوق الإنسان راه هذا راه داروا راه نقضوا كلب راه نقضوا مش نايا راه داروا حقيقة الواحد ينقض الكلاب ينقض المشاش يسقيهم يعطيهم يطلب فيهم الحيوانات يطلب الناس يطلب والدي يطلب كل شيء ولكن باش نجوحنا كمغاربة أنا سيدة عندي مثلا بيتي وليداتي وكان جي وكان نصور فيديو كنشوح فيه صورتي أنا وصورة أسرتي وصورة بلادي وصورة مجتمعي ونطيح فيه القيم ديال البلاد كاملة وديال حضارة كاملة فيديو باش نربح فيه بعض الدولارات هاد شيرا وصلنا راه اليابان دار الدراسة باش تحسن الصورة ديالها وانتو هما هاد البنات وهاد السيدات هاد المغريبيات اللي فتحوا اليوتيوب وهاد الناس هاد الرجال وهاد الشباب اللي كيدخلوا الفيسبوك وكيصوروا حتى هما في اليوتيوب وفي الفيسبوك وفي الصفحات وفي سناب شات وفي تيك توك وفي جميع وسائل التواصل الاجتماعي وكيصوروا في تليفيزيو وللأسف والاحتة التلفازة الوزارات والاحتة هي والاحتة تخلص هاد الناس باش يشوهوا ويطيحوا صمعة المغربي وصمعة هاد البلاد قدام المجتمعات الاخرى ذاك النهار شفت واحد الموضوع في التلفازة راني من كتر ما انا حارقني هاد الموضوع افقاري مشتتها الصراحة وكنتر ليكم الموضوع ذاك نهار شفت تليفيزيو واحد القنات جديدة من هذه القنوات الجدادات في التلفازة ماشي القنوات القديمة جابت لنا واحد راجل هو ماشي راجل هو ذكر ولكن كيلبس لبس سيدات وكيدر ماكياج ومسمي رسول مرأة سيدة بحرف الصاد كان في تركيا وجابتو دوزتو فهذاك البرنامج يعني هناك تشوفو بالله القيم دينا نحن الصهيونية والماسونية كترصد ملايين دولارات بشوه صورة مجتمعات ونحن بش نربحوا جوج دريال جوج دريال لا اكثر يعني المخير المخير قد يوصل ألف ألفين دولار في الشهر هدول اللي عندهم قنواتهم كبار وكي تجو يعني بدون منظمة تقول لهذيك المنظمة غير حطي السلاح ديالك أنا غد نهدم لك صنعة المجتمع ديالي وأنا غد نهدم القيم ديالي وأنا غد نضرب الإسلام في عرض الحائط ونجي ونقول لك أنا نتزوج غربي نتزوج اللي بغيت ندير المهم ما داخلش الإسلامنا ديرها هكا في العلن وتجي وحدة تقول لك الراجل من حقه يكون مرأة والمرأة من حقها تكون راجل إحنا هنا ماشي غد نقولوه لا هادشي من حق أي واحد وهادشي لا إحنا مسلمي وإحنا عنا قيم إحنا عنا من حقك دير لعجبك ولكن استراسك من حقك انت ولكن را غادي تحاسب عليه عند الله كل حاجة غادي تحاسب عليها عند الله يعني رافخة أحمر داما واحد يجي ويدير كيدير الليواط أكرمكم الله ويدجي البرامج وكتبجلو وكترفعو وكتعطيه قيمة قدام هاد الوليدات ديالنا الصغار اشنا هي الفايدة؟ واش بغيت وليداتنا يخرجوا لهذا يخرجوا الطريق؟ واش بغيتو الذقور ديالنا يولو نساء؟ واش بغيتو بناتنا الإناث يولو في صيفة ذكر؟ تولي تتزوج ببنت؟ واش بغيتو المسلمة تتزوج بغير مسلم عادي؟ المسلمة تتزوجه البعض واش انها تتزوج بغير مسلمة؟ واش سويا؟ واش من المسلمة تتزوجون ب собمنات عادي؟ واش مهمكم ش كل هذه القيم؟ واش دابا هذه القيم هذه الواطي لكن عادي؟ و السيدات تزوجه الشيدات عادي؟ و السيدات يخرجه من الملّة عادي؟ ويجيلي تجيوى شوية شوية السهدة عادي؟ وحيد من القفة اللي متقديها وداها نقوله عادي لا تما غاديت مرضو تقولوا لا هذاك شي عيب وحرام اي ورح تهدك شي لك الديرية لو ك الديرية ديرها حرام رحرامت خلقك الله على أنك ذكر تمشيت ولي أنثى وتعطي نفسك للرجال ورحرام أنت تكوني أنثى وتعطي نفسك للسيدات ورحرام أنت خلقتي كمسلمة تخرجي من الملة لأنك أول ما تتزوجين بغير مسلم أو تعاشرين غير مسلم وانت يا هو ذاك السيد ما تخلش الإسلام رح أنك خرجتي من الملة لأن القانون واضح والدين واضح والشرع واضح ما يمكنش دينتي تغيري قيم لها 1500-1600 سنة راها الله سبحانه وتعالى رسل جبريل من السنة الأرض باش يجي يحط لنا هالدستور هذا جنتي وتغيريه بدون أي شرع أي شيء ما عندك حتى صيفة لا أنت رسل ولا أنت نبي ولا أنت جاية من عند الله ولا باش جي تغيرينا هاد المبادئ هادي وهذا الدستور دي أنا اللي شرع الله سبحانه وتعالى أو أنت السيدة بغيتي تعيش حر تكون انت على صيفة ذكر وتمشي تعطي راسك للرجال خرج ما تبقاش تسمي راسك على أنك غدي تقولوا لي يلا المغري من حق الواحد يكون فيه يدير الليوات من حق وحدة دير الليوات من حق اللي بغا تزوج بغير مسلم تزوج إياه من حقهم ولكن ما يكونوش مسلمين راها كاين اللي هو كي يقولك أنا مسلم وكنت صدق وكنت صوم ورمضان وكنت صدق وكنت صدق وكنت دير ولكن أنا الرجال كيتزوجوني كل ليلة هذا رجل ومراك تقولك أنا كان نعز مع البنات عادي ومراك تقولك أنا نخرج من الملة عادي فيهم واشتناقوا تباين وقيتوا تديروا لنا ورا هرسوا لنا روسنا ورا ما بقى معنا ممكن نجاوب ولداتنا را ما تلاش عنا المعرفنش بحالش نجاوب ولادنا را كي يعطونا شيء أسئلة وراولينا كان حشموه والله العظيم لاولينا كان فتحوا التليفيزيو كان يحشموه وفتحوا الانترنت كان حشموه را ما بقى عندنا ما راها ما خليتونه راها قلت لكم انتم ما قلتوا لماسونية وقلتوا لصهيونية وقلتوا لأمريكا اللعينة كل شيء على الجنب انت يا سياري نعسي رتاحي لك واحد شوية نحن نهدمه هاد القيم بغيت يا للا تفتحي يوتيوب وتخرجي من الملة النهار لتدخل اليوتيوب ما تقوليش أنا مسلمة قولي أنا سيدة تعلمت اللغة العربية في المغرب استري راسك بحل هكا استري راسك بحل هكا استري راسك معانا لأنه الجهري بالمعصية راه معصية أكبر دير المعصية بينك وبين ربك ولكن ما تجهرش بيها ما تجيش انتي ماشي فرض علي تقولي الله هذا اللي ما بغاش قناتي يخرج منها اللي ما بغاش صافحتي يخرج منها هذيك الصفحة راه بيبليك هذيك الصفحة راه بيبليك بحل المغازة قد تطلق دايما ها ما منحقق ما منحقق تسدي المغازة في الجهي ولكن باش تفرضي عليا شي حاجة لي هي ضد الشرع وضد القانون وضد الدستور و جيت تقولي الله هذي أنا بغيت ندير هكا ما يمكنش راه ما منحقق تجيت سرقي قيم ديالي راه كتسرقي القيم ديالي و كتسرقي القيم ديالي و كتسرقي القيم ديالي و فاطيبة و عائشة و خديشة و سعاد و الناجات و السي محمد و الطاهر و عيسى و عبد السلام و عبد الرزاق سرقي القيم ديالهم و كترميها في الارض و كتتطيع ليها و تقولي اللي ما عجبوش يخرج ما عجبوش هي تستري راسك و تستري راسك أنت اللي يدير على أنك أنثى و أنت رجل خلقك الله في صورة رجل و أنت رجل رجل يعني أذكر ما ماشي رجل سمح لي باش كلك أنت رجل و كتجو و كتهدموا القيم ديالنا هذا بالنسبة لبعض الأشخاص أما رجل الجريمة و القتل و الاغتصاب و هذا الشي رجل و لتناس دائرة سباق شكون يحط أكثر أخبار على الاغتصاب دائرة صفحات خاصة في الاغتصاب صفحات رجل هذا الشي يعني الواحد كيتفرش فيه اليوم و غدره غي شي عادي يعني بحيلك تشرعوا هذا الشي رجل رجل الاغتصاب ولا عادي هادة شي راحتو يدخل في الجريمة الجريمة اللي يديرها كك و الجريمة اللي ينشرها كك و لو العيالات الأميات كي يديروا طلبة كي يطلبوا اللي هي ... اسميتها المهم و يطلبوا و يميدوا السعاية كي يديروا السعاية فعرضوا ليداتهم مادئًا و اقتاصب لها و لدك توليد السعابية و اقتاصب لها بنت تسعابيها انا اريد الدار انا اريد ان تجربوا الاعراض مع عائلتهم يبيعوا الاسرار او الاسرار العائلية يوكلوا بها الخبز اصبح مجتمع او مجتمع جديد من عائلتهم وهذا الضياف والزمان ومولات الزمن ووقفت في الحرب ووقفت في كل شي وقاومت الفرنسيين وقاومت الإسبان وقاومت الجوع وقاومت العطش وقاومت الأمراض وقاومت بدون مستشفيات وشي حاجة والعطش عامي الخريط وقاومت أنتي لا أراه في النجرة وفي قاومتze في نهاية العديدрыв تفتحة إزPor A Tuesday وصف طعامexisting رهما لا فأنت 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 أنت لاتقلبينا ولم تجوش عباد الله تقلبون القيم احبت نظلوا عليها ووقفوا أحتاجون قال الله لا أرحمه للتواجد ضد هذه القنوات و ضد قانون يسن القانون و ضد هذه اللي يتجربوا عراض وليداتهم والدي اغتاصب انا بغيت الدار بغيت الساكان بغيت هذا انتي يا فين كنتي حتى اغتاصب لك ولدك و انتي فين كنتي حتى اغتاصب لك بنتك بحل سكين السيدات تقولك انا الراجل كنتي يجيدي بنتي من عندي من الضرع و انا ساكتها خايفة خايفة مناش خايفة تصيري عند الشرطة تصيري عند المخزن تصيري عند الناس تصيري عند الجمعيات تصيري لله سعيش بلاسة اخرى ولكن ماشي حتى تبوت بنتك الله يرحمها ابشع موتها و تجي تصيري السعاية فارض بنتك راح شوما هادشي راح شوما باش نصل لها المستوى راح شوما باش نحن نركبنا الطيارة كتلقي المغربي هو المسخ كتلقي المغربي هو الكواش ديالطيارة كتلقي المغربي هو اللي كي يشفر المعالق ديالطيارة في ساكد اعبض الله راح شوما باش نحن نحن على هذا الشي اتتتتت حقيق الناس تعرض لطيارة شوما باش نكون متخلّف الى هذه الدرجة تتتتالي المغربي يدفع الناس كاملة ما عنده سوق في طيارة اللي هو مخلص مثلا 6,000 درهم او 4,000 درهم او 3,000 درهم و 1,000 درهم خاصة تشد الصف و شوية عليك الطيارة تطهبط بنيضام ماشي ترنشد نظام ماشي الكارشد نظام مادة كارلوخة مادة كارت تاكسي غدية تاكسي الاخرى دخلت المحل تقدقت سناها انا قمت بلنا في قمة الانحيطات و نحن في أسفل الدول في الوساخة في الميكروب في النهار العيد و عباد الله تتشري حولي 3,000 درهم و لم تقدرش تدبحوا في بلاصة تجمع ذلك الدم و لم تقدروا الدم و تتجمعوا الناس كاملة تتجدهم حولي 3,000 درهم و تتوصيح للناس كاملة و لا تتجمع الناس و الكرشة و لا تتجمعها و الناس الكرشة و الدم يتجمع للعمارة هذا ما نتخلص ماذا نتخلص و عباد الله فمن النهارة تتخلص لصيدة ساكنة في أوروبا و عيشها في أوروبا و تزادت في أوروبا و تفاجح ذلك و يتبن هذا على ما يتاجد عندما تلوحني الليلة أولاً من خصائر وعامل من مغارب وعامل نفسك في المغرب وعامل الناس في المغرب وحشموا على عارضكم شاهدنا مناظر لا من أوروبا ولا من ساكن في المغرب اذا دقاء من ساكن في المغرب انا لم يكن عنهم عادلين يفتحون قنوات ويريدون الفلس على ظهر العارض الشرف القيم الإسلام الدين حتى على حساب الله سيد ربي تربح الفلوس لم تربح الفلوس لم تربح الفلوس وتقول لها بفم عامر يعني عادي وحتى شارفة تجيب لها قاوري وتقول انا حرة يكون مسيحي كل يبغى انا حرة لا 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 انت ماشي حرة حرة النهار لتكوني خارجة من الملة يعني خرجت ملا ادخلي كل الناس انا ارى ماشي مسلمة انا خير دينة ديالي هنا تكوني حرة هنا كل واحد الدين ديالي ولكن باش تكوني معايا في الدين ودري شي تصرفة مسمحة بحلش انا غا نفسر الوليداتي بحلش غا نشرح الولادي اللا هدرة مسلمة غا يقول الامامو هدرة مسلمة علش يمنحقه وهدوك ماشي منحقهم شغا نقول لهم اللا هدكرة مسلمة ولكن هي عاصية ربها يعني انا ما نقدر نقول وهنا واش عاصية ربك الربك لك يعرف ولكن مدام كدري شي حاجة ما شرعهاش الله يعني انت يا هنا على خاطع ماشي على صواب ما تجيش تفرض علينا شي حاجة خاطع وتفرض علينا شي حاجة ماشي على صواب وشي حاجة مشرعهاش الله سبحانه وتعالى وتقول لي هذا الشرع انت يا ماشي نبي وانت يا ماشي ديانة جديدة يبقى معنا في الإسلام يخرجين من الإسلام انت يا يا اللي كدر اللي خرج من الإسلام يدخل الإسلام وستغفر ربك وتوب ربك ورجع البسلية وارجع توقضوا في اللي واجمع لي ياسر واجمع لي ياسر ونستغفر وانت يا والله ما عرفتش والله ما عرفتش